التوتر الذي يشهده العالم وخوف الدول من اتساع نطاق الحرب الدائرة في أوكرانيا جعلها تسارع إلى إعادة النظر فيما تخصصه من ناتجها المحلي للإنفاق العسكري وهذا من ضمن ما ستناقشه دول النيتو التي تعقد قمة في لتوانيا فضلا عن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الحلف فما التفاصيل؟ في أحدث تصريح في هذا السياق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أوكرانيا ليست مستعدة حتى الآن لعضوية النيتو ويجب أن تنتهي حرب روسيا قبل بحث انضمامها فيما أكد أن واشنطن وحلفاءها في النيتو سيواصلون تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها لإنهاء الحرب مع روسيا يأتي ذلك فيما يبدأ بايدن جولة أوروبية يزور خلالها لندن لإجاء محادثات مع مالك بريطانيا ورئيس الوزراء البريطاني ريتشي سونك وذلك قبل مشاركته في قمة حلف النيتو المقررة في العاصمة لتوانية في لينيس لينهي رحلته بزيارة إلى فنلندا العضو المنضم مؤخرا إلى النيتو وإلى جانب دعم أوكرانيا ستركز قمة النيتو في لتوانيا على الاتفاق على رفع هدف الحلف للإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحل الإجمالي لدول النيتو بحسب رويترز إلا أن الأمين العام للحلف كان يدفع باتجاه جعل هذا الحجم من الانفاق حدا أدنى وليس هدفا فقط لدول الحلف لكن الأمر لا يبدو بهذه السهولة فهذا الهدف الذي تم تحديده في عام 2014 تقول تقديرات النيتو أن منذ ذلك الحين وحتى خلال عام 2023 سيحققه 11 فقط من أصل 31 عضوا في الحلف وفي سياق وبسطى مخاوف من صراع مفتوح مع روسيا قال مصدر في حلف النيتو لصحيفة تيليغراف أن ألمانيا تستعد للتحرك من أجل تأجيل انضمام أوكرانيا إلى الحلف وتستعد لاستخدام قمة الحلف لحظ الحلفاء على التركيز على الضمانات الأمنية بدلا من مقترح العضوية لمساعدة أوكرانيا على دفاع عن نفسها على طاولة زعام النيتو يومي 11 و12 من الشهر الجاري في فيلينيوس أعدة ملفات أهمها أوكرانيا التي تستمر في أن تكون مصدر الجذب الأساسي منذ غزوها العام الماضي طلب أوكرانيا الانضمام لحلف الأطلسي يظل الملف الأهم الذي يحيط به عدة انقسامات وفيما أكد أمين الحلف عدم إمكانية دخول كييف خلال الحرب طلب أعضاء أخرون بضرورة تقديم خارطة طريق لأوكرانيا بشأن الانضمام ولكن الملف في الوقت نفسه يقلق ألمانيا والولايات المتحدة من أن أي تحرك بهذا الشأن قد يقرب التحالف من حرب مع روسيا كذلك من المتوقع أن ينقش القدرة الضمانات الأمنية التي يجب أن تحصل عليها كييف لفترة ما بعد الحرب على رغم من أن هذه التعهدات ستكون ثنائية ولن يصدرها التحالف نفسه ومن المراجح أن تشمل وعودا بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية والمالية إلى كييف لردع روسيا عن هجوم متجدد بمجرد انتهاء الحرب كذلك ستركز القمة على مراجعة القدرة للخطط الدفاعية الأولى التي وضعها الحلف منذ الحرب الباردة والتي توضح بالتفصيل كيفية رد النيتو على أي هجوم روسيا الأمر الذي يدل على تحول جوهريا في التعامل مع تهديدات موسكو وسيبحث القادة كذلك زيادة أهداف إنتاج وتخزين الذخيرة لأن كييف تحرق القدائف بشكل أسرع بكثير من قدرة الدول الغربية على إنتاجها وفق وقالة رويترز هي حرب وضعت حلف النيتو فجأة أمام نفسه خمسمائة يوم لعملية عسكرية خاصة لروسيا في أوكرانيا جعلت حلف شمال الأطلسي يراجع سياساته ويتخذ قرارات ديناميكية عدة سلح أوكرانيا بالكثير نشر مزيدا من القوات والعتاد في جناحه الشرقي ومع حلول اليوم الخمسمائة من هذه الحرب التي لا تبدو قريبة نهايتها يتفق الأعضاء على رفع الإنفاق العسكري للاستثمار في جيوشهم إلى 2% من الناتج المحل الإجمالي على أقل تقدير هذا القرار الذي اتفق عليه أعضاء الحلف اليوم ليس بجديد بل هو محدد منذ عام 2014 قرابة عقد مضى على إقراره ولم تلتزم به سوى 11 دولة من أصل 31 عضوا في الحلف وفق تقديرات النيتو نفسه وهنا لا بد أن أشير إلى أن الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر المساهمين في ميزانية الدفاع المشتركة لحلف شمال الأطلسي كثيرا ما دعت الأوروبيين المنضوين في التحالف لزيادة إنفاقهم الدفاعي حتى أن رئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لوح بالانسحاب من التحالف إن لم تلتزم الدول بتحقيق هذا المطلب الأمريكي الالحاح الأمريكي إذن كان سببا قديما أمام الأوروبيين تبعته أسباب أخرى أبرزها اندلاع الحرب الأوكرانية وتوسع النفوذ الروسي في أوروبا وحضور صراعات دولية عدة في بحر الصين والقارة الأفريقية ومنطقة الققاز نهيك عن توسع نفوذ الصين وتعاونها للمتنامي مع الجانب الروسي كل هذا جعل الأوروبيين مضطرين وفق التقارير لاتخاذ خطوة تخص رفع الإنفاق العسكري خطوة تردد فيها كثيرا وهم الذين تراجع اهتمامهم بهذا النطاق بعد الحرب الباردة ومع حلول عام 2020 كان إنفاقهم العسكري متفاوتا بشكل كبير ففي فرنسا والبرتغال والليتوانيا بلغ أكثر من 2% من الناتج المحلي وتشابهت النسبة في ألمانيا، الدنمارك، التشيك، إسبانيا، هولندا أيضا لتصل إلى نحو واحد ونصف في المئة، في إيطاليا كانت واحدا وستة عشر في المئة، وفي بلجيكا وصلت إلى أكثر من واحد في المئة كان هذا عام 2020، لكن حرب أوكرانيا في 2022 غيرت الكثير ودفعت الدول الأوروبية لإنفاق المزيد على تقوية جيوشها وشراء سلاح نوعي ألمانيا كانت على رأس قائمة التغيير، وهي التي خصصت عام 2022 2% من الناتج المحلي لموازناتها الدفاعية ووصل إنفاقها في هذا العام إلى نحو 80 مليار يورو في خطوة وصفت بالتاريخية وبالمثل أعلنت فرنسا إنفاق 400 مليار دولار بين عامي 20-24 و20-30 كما تعتزم بريطانيا رفع إنفاقها الدفاعي ما بين 2.5% إلى 3% بحلول 20-30 بريطانيا بالمناسبة أعلنت في مارس الماضي عن زيادة ميزانياتها الدفاعية بمقدار 13 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وهذا ليس إلا بعض من كل فالتهديدات ما زالت حاضرة وكذل الحاح الأمريكي لتخصيص السقف ولكنه سيشدد على ضرورة احترام هذا السقف دكتور أوليك كنا تيلة الفترة الماضية نتحدث عن الجهوزية الدفاعية لألمانيا وكانت هناك تقارير تظهر لنا تتحدث عن نقص في العتاد العسكري الألماني وهذلك يعود طبعا إلى استراتيجية ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية التي اعتمدت استراتيجية الاندماج والابتعاد عن العسكرة وإلى ما هنالك اليوم نسبة الـ 2% لأي مدهية ضرورية للجهوزية الدفاعية لألمانيا برأيك؟ أنا متفق على مقالة هو سعادة السفير من واشنطن من حيث الرمزية والأهمية السياسية فإن هذا المعدل مهم لكي يشر جميع دول الأعداء بنفس الدرجة من المسؤولية عن تعزيز القدرات العسكرية للنيتو الأمر الذي تم تأسيس الحلف من أجله ولكن إذا تغيرت الموجات ونحن رأينا حكومة أخرى ودارة أخرى في بيت الأبت ولدينا نفس النقاشات مثل ما كانت تجري خلال أيام دونالد ترامب الذي كان ينتقد حلف النيتو وكان يعتبر هذه المنظمة عافي عنه الزمن وأيضا إذا تم انتقال إلى المنطقة الأسوية فإن 2% لن يكون كاف وأوروبا سوف تطر إلى إنفاق المزيد من الموارد المالية وسوف تطر إلى إعادة النظر في الهيكل الاقتصاد وفقا لما يقوله الرئيس الفرنسي إمان المكرون كالاستقلالية الاستراتيجية فمن جانب الوليات المتحدة تنفق المزيد من الموارد بالمقارن مع كل الدول الأوروبية ومن جانب آخر في حال لعبة الدول الأوروبية دورا كطرف استراتيجي مستقيل فإن 2% ليس كافيا بكل التأكيد دكتور أورليك سعدة سفير كورت أرجو منكم أتفضل بالبقاء معي أنتم أيضا مشاهدين تفضلوا بالبقاء معنا إذن ندب إلى فاصل قصير بعده نعود نستأنف النقاش وأيضا نسأل ماذا تحمل قمة النيتو في لتوانيا لعضوية أوكرانيا في حلف النيتو ابقوا معنا اشتركوا في القناة تأمين القضائف العنقودية للقوات الأوكرانية الأمر الذي سوف يساهم في اختراق الخطوط الدفاعية الروسية في طرل هجوم المضاد للأوكرانية بالإدفة إلى قرارات تدريب الطيرين الأوكرانيين على مهارة قيادة F-16 الأمر الذي أيضا قد يساهم في نجاح الهجوم الأوكراني بالإدفة إلى ذلك أعتقد أن استمرار الدعم العسكري وتأمين المعدات العسكرية أيضا أمر يحدث فرقا لا أظن أن روسيا لديها أي فرصة للانتصار في هذه الحرب ولكن هذه المعركة سوف تكون تولة بالنسبة للجيش الأوكراني دكتور أورليك هل يجب الاستمرار بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا أم يجب الاتفاق في هذه القمة على الأقل على ضرورة إنهاء الحرب على الأقل توجيه دعوة لكييف لإنهائها طلب المفاوضات مع روسيا والبدء ببحث التسويات ما رأيك؟ لا يمكن أن يكون هناك عامل واحد من دون العامل الثاني ففي حل إن خفضت دعم الغربي لأوكرانيا فإن روسيا سوف تزيد فرصها للانتصار في هذا الصراع العسكري فإن الدول الغربي يجب أن تكون موحدة بالإدفة إلى استمرار ومواصلة دعم وتأمين كل المعادات العسكرية للقوات المسالحة الأوكرانية ولكن ليس هناك حل عسكري اللي مثل هذه الصراعات بطبيعة الحال سوف تكمن النتيجة في المفاوضات ولكن مواقف كل الطرفين سوف تعتمد على نهاية المعارك إذن الأعلى من باقي لدي مزيد من الوقت طيب سعادة السفير كورت يعني لأي مدى توافق دكتور أوليك وبرأيك متى يصبح منطقيا انضمام أوكرانيا لحلف النيتو إذن لا يمكن أن نتنبى بموعد انضمام أوكرانيا إلى النيتو فكما قال الجميع في حال أعضارنا أوكرانيا إلى النيتو بما أن الحرب لا تزال جارية فإن ذلك ينص على التزام النيتو بالتدخل في هذه المعركة وإرسال القوات إلى أوكرانيا لمحاربة الروس فإن هذا ليس ما ترغب به الدول النيتو فلن يكون هناك موعد وتاريخ الانضمام بل الشروط حيث سوف يعتقد الناس أن الظروف والشروط الدرورية سوف تضم إمكانية واحتمال انضمام أوكرانيا إلى النيتو وحوالي جميع السرعات العسكرية هناك حل عسكرية قبل كل شيء وبعد ذلك المفاوضات فحسب ونحن رأينا ذلك في نهاية كل الحروب أساسا ونحن سوف نرى ذلك في أوكرانيا فيجب أن يكون هناك مكون عسكري قوي وبعد ذلك احتمال بداية المفاوضات الموادية للسلام شكرا جزيلا لك سعادة سفير كورت بولكر السفير الأمريكي السابق لدى النيتو وشكر موصولي دكتور أورليك بروكنر أستاذ الدراسات السياسية والأوروبية في جامعة سانفورد شكرا جزيلا لوجودكما معنا بيضا نصل إلى ختام الساعة الأولى من دائرة الشرق مشاهدين المزيد في الساعة الثانية ابقوا معنا موسيقى موسيقى